هذا الحيوان لديه نظام دفاعي مميز يجعله يطلق عصار سائلة رائحتها كريهة لكن الغريب أنه يطلقها لمسافة طويلة وقوة كافية بحيث تصل إلى عين المفترس حيوان الضاربان فمرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على رسول الله الضاربان هو نوع من التدييات الموجودة في معظم أنحاء الولايات المتحدة هذا الحيوان يعيش في الموائل مثل المراعي والأراضي الزراعية والغابات والمناطق الحضرية وأكثر أنواع حيوان الضاربان شيوعا هو الضاربان المخطط هذا المخلوق يمتلك العديد من السلوكيات الفريدة عادة ما يكون حيوان الضاربان يقيم في جحور مهجورة تصنعها حيوانات أخرى مثل التعالب وخاصة في فصل الشتاء عندما يرعى ذريته أو مجموعاته للتدفئة حيث أن حيوان الضاربان يملأ الأنفاق ومناطق التعشيش بأوراق مجففة والتي تزود هذا الحيوان التديي بالعزل وعلى الرغم من أنه لا يقوم بالفعل بعملية البيات الشتوي أو السوبات إلا أن حيوان الضاربان الذي يعيش في الموائل الباردة يستطيع أن يدخل في فترة من السكون حيث يعيش على احتياطاته من الدهون أثناء الاختباء في جحوره الدافئة وخلال فصل الصيف يعيش حيوان الضاربان في حطام الأشجار المجوف أسفل الحظائر والحقول وفي أكوام الخشب هذا الحيوان قابل للتكيف للغاية يزدهر في العديد من الموائل المختلفة طالما يتوفر على الغذاء والمأوى ولأنه نادرا ما يسافر أكثر من ميلين من أوكاره الثابتة فإن حيوان الضاربان عادة ما يستقر على بعد ميلين من مصدر المياه ويصنع عرينه في الأشجار المجوفة وأكوام الأغصان والجحور الحيواني المهجورة ويقوم حيوان الضاربان أحيانا بحفر الجحور الخاصة به تحت الأرض في حالة عدم توفر خيارات مأوى أخرى الضاربان هي تديات انفرادية أي أنها تعيش منفريدة عادة ما يتحد مع الجنس الآخر في أوائل الربيع من أجل التزاوج وقد يجتمع أيضا مع حيوانات الضاربان الأخرى لمشاركة الجحور في فصل الشتاء من أجل التدفئة وعندما يكون مستعدا للتزاوج يسافر ذكور حيوان الضاربان لمسافات طويلة للبحث عن إينات ناضجة وسوف يتزوج الذكر مع العديد من الإينات ثم تحمل الأنت صغارها لمدة تصل إلى 77 يوما وترد أنت حيوان الضاربان في الصيف صغارا يصل عددهما بين 2 إلى 10 ولا يقدم الذكر أي رعاية لنسله وإذا حاول الاقتراب من الأنت ودريتها فسيواجه أم عدوانية جدا وبحلول الربيع التالي سيكون الصغار ناضجين جنسيا وقادرين على إنتاج درية خاصة بهم وتتكاثر الإينات مرة واحدة فقط كل عام حيوان الضاربان هو من الحيوانات الشفقية أي أنه يبحث عن الطعام في الليل وهو من الحيوانات الانتهازية آكلة اللحوم والنباتات وتتغير وجباته الغذائية مع اختلاف توافر الفرائس مع كل موسم وخلال الأشهر الأكثر دفئا يتغدى حيوان الضاربان على الحشرات مثل الصراصير والنحل والجنادب واليراقات ويتغدى أيضا على الديدان وجراد البحر أما في فصل الشتاء يتغدى حيوان الضاربان على التوت والبيض والطيور والقوارد مثل فئران الحقل وللبحث عن الفرائس يعتمد حيوان الضاربان على حواسه الممتازة السمع والرائحة والرؤية حيوان الضاربان من الضكور والإينات يشتهران بالرائحة الكريهة أو المسك حيث ينبعثان منه عند الخوف وهذه الرائحة عبارة عن رادات سائل تصدر الغدد الشرجية لدى حيوان الضاربان عندما يقترب من حيوان مفترس محتمل أو يتفاجأ ويرفع حيوان الضاربان ديله ويدفع بأقدامه كتحذير للحيوان المفترس كي يتراجع وما يأتي بعد ذلك هو سلسلة من خمسة أو ست بخاخات كريهة الرائحة وهذه الرائحة قادرة على الانتقال مسافات تصل إلى 20 قدم وإذا تم رش المسك على مسافات قريبة بما فيه كفاية فإن المسك يمكن أن يهيج العينين ويسبب الغثيان وعلى الرغم من أن حيوان الضاربان قد لا يكون الوجب الأولى بالنسبة لمعظم الحيوانات المفترسة إلا أنه من المعروف أن البوم والنسور يتحملان المسك والسلام